السلام عليكم ورحمة الله أسوله في واحد من الشباب قال لي قال لي يا عبدالله تتكلم انت عن الأمور الاستثمار وعقارات ومن هالقبيل بس أنا لو تعرف وضعي ما بتتكلمني عن موضوع الاستثمار قلت لك فلان ليش يعني الحمد لله رب العالمين رازق لك وداومت انت ويا ريالس يعني يدخلك راتب ليش ما تفكر من هالناحية واشل توصل يعني متمكن ماديا ومن هالأمور قال لي عبدالله شو تقول شو تقول انت متمكن ماديا انا يا ريال ينزل لي الراتب ينزل لي الراتب من هناك ومن صوب الثاني الكردت يسحبه كامل قلت له شو تقول صدمني صراحة الكردت يسحب راتب كامل ليش قال والله دائما اش خاطر الكردت وانا حاليا ناقص راتب يعني احنا شهر عشرة يالس اصرف من راتب شهر 11 صدمني يالس يصرف من راتب الشهر الياي بعده يعني يالس طول حياته في ديون انت كشاب بداية حياتك وتبدأ بداية حياتك غلط يعني في شباب هذا موقف يعني واحد من الشباب وهذا الكلام اللي يقول لي ليش الشاب والشابة في بداية حياتكم ليش يعني ليش توقع عمرك في ديون او تمشي بالديون زيادة ومن هالامور ولا قاعد افكر انا ما بقصر على عمري ابا اخذ لي سيارة ابا والله الالعاب الفلانية كوفي مطعام البنت تفكر والله اني باخذ لي الشنطة باخذ لي اكسسوارات باخذ لي نعل جواتي هذا التفكير يعني تفكير في الكماليات يعني انت اليوم اذا بداية حياتك انت كالشاب في بداية حياتك ما ضبط امورك المادية بتكون بالنسبة لك تضبيط حياتك ويوم توصل عمرك ثلاثين سنة خمس وثلاثين سنة تضبيط امورك المادية بيستوي اصعب بيكون عندك تحدي لان الاتزاماتك زادت فنصيحة لاي شاب وشاب بتوك مخلص الجامعة بتوك بداية وظيفتك اول سنة في وظيفتك ابدأ فكر ان انت توفر من راتبك يعني عبدالله شو نصيحتك نصيحتي خمس وعشرين بالمية من راتبك تخليه على صوب تفتح لك حساب ثاني وتخليه مبلغ توفير راتبك نفترض نفترض راتبك عشرين الف خمسة الاف تخليها توفير راتبك عشرة الاف الفين ونص تخليها توفير كم راتبك؟ ربع راتبك تخليه على صوب توفير بغتري بيسمح لك هذا الراتب الليالس توفره باتر بيسمح لك انه تستثمر تستثمر من ناحية الاستثمار العقاري او اي نوع من انواع الاستثمار تضبيط امورك المادية جدا جدا مهم في مقتبل حياتك العمرية لو شوف انت كشاب لو شوف تمشي نفترض احنا في دبي امش في دبي وشوف كمية الابراج وكمية العقارات الموجودة وكمية واعداد الملاك انت كشاب بداية حياتك انت مش غير عن الباقي الباقي يعني سووا لهم الحمد لله ورب العالمين رزقهم انت لازم يكون تفكيرك نفس الشباب الموجودين نفس الناس اللي سبقوك بالخطوات عدهم عقارات وعدهم املاك ورب العالمين يالس يرزقهم خل تفكيرك مميز بداية حياتك المهنية خل تفكيرك مميز انت كشاب ورب العالمين بيفتح لك على العموم فيديو ما حبيت اطول عليكم فيديو نصيحة للشباب في مقتبل حياتكم ابدأ بتوفير وبتوصل الخطوة الاولى ثقيلة شوي ابدأ بتوفير ومع الايام بتوصل رب العالمين بيرزق بس خل عندك هدف خل عندك هدف انه توصل وانشاء الله رب العالمين بيفتح لك فيديو بسيط نصيحة للشباب والشابات وانشاء الله بيهيكم بعض الفيديوهات نصيحة لهم اتمنى ان يناهي لعجابكم تحياتي عبدالله كاظم ومع السلامة اشتركوا في القناة